أكدت مدرية تموين مطروح توفر أرصدت السلع التموينية بالمحافظة لمدة ثلاثة أشهر وذلك خلال متابعتها لتوفر السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية ومكاتب التموين يأتي ذلك في إطار مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توفرها بكميات كافية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية ورصد السكر عندنا في المحافظة في كافة ثلاث شهور عند الزيت شهرين عند المكارونا شه عند الرز شهرين والحمد لله جميع السلع متوفرة في جميع المنافذ التموينية بإذن الله وحتى خاطرنا معالي الوزير بدخ كميات من الرز للرز الحر في المجمعات الاستهلاكية لحل أي مشكلة لنقص الرز والحمد لله نحن دلوقتي في المكان دلوقتي في عربية دلوقتي بتنزل مواد غزائية بعبارة عن سكر ورز ومكارونا نزل دلوقتي أربعة طن رز موجودين دلوقتي منزلهم في المكان عندي اثنين وثلاثين طن سكر موجودين حاليا في المكان عندي أربعتاشر ألف وثمنمائة إزازة زيت فإن شاء الله بكرة جميع السلع متوفرة اشتركوا في القناة